بشرة خاصة لكل المستثمرين الرغبين في الاستثمار في مصر مجلس النواب وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته القانون ده اللي صدر بيقدم حزمة كبيرة من الحوافز الإعفاءات والضمانات للمستثمرين في مجال إنتاج الهايدروجين الأخضر لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم في مصر تمكنهم من الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور ثروة راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة صباح الخير عليك يا دكتور أهلا وسهلا بيك طبعا خير يا فانساحات سريعا على طول ندخل في الموضوع أبرز الحوافز اللي أقرها القانون طبعا الأول حاجة الدولة أدت إلى حافز استثماري نكلي لا يكون عندها 2% ولا زادها 50% من الضريبة ده أنا حاجة بردك في موضوع الضريبة المسددة فيها كمان طبعا الدولة إدت إعفاءات للمعادات والآلات اللي تكون بعملية التصنع في هذا المجال طبعا الدولة هدفها كله أنها تقوم بالذهاب للإستثمار في الهضواجين الأخضر والطاقة النظيفة على طبعا ده تم أبل كده في كوب تونتي سيبين أبل كده أن الدولة قامت بعمل استثمارات وعمل التفاقيات كانت معادات اتفاقية إلى معادة تنفيذ أكثر من حوالتها 30 مليار دولار استثمارات في هذا القطاع وفيه شركات كبيرة جدا عالمية الدولة قامت بعمل اتفاقيات معها اللي لها باع كبير جدا في موضوع هذا هذه الصناعة لأنه طبعا هدف مصر كله أنها تكون مركز إكليمي للطاقة سواء كانت الطاقة الأحفورية أو الطاقة النظيفة أبليه مصر اتجت لهذا القطاع وهذا المجال نعرف أن العالم كله دلوقتي آآ في عملية أن الوقود الأحفوري آآ في يوم من الأيام مثل كم يوقع النظر أو ينضر تمام بجانب طبعا أن اللي في عندنا الاحتباس الحراري زاد الاحتباس الحراري اللي بتؤرق العالم كله في جميع المجالات سواء كان في فايدانات سواء كان في حرارة متافعة سواء كان في تلوث بيئي فكان لاجب على الدول كلها أنها تكون بعملية الحد من هذه الظاهرة وهي أنها تكون بالاتجاه إلى الطاقة النظيفة سواء كانت طاقة الهيدروجين الأخضر أو كانت ساقط السولر بانر أو أي التقاطر اللي الأبو تجد ده في هذا القطاع طب إيه اللي حيشجع يعني المستثمرين إن هم ييجوا هنا مصر يستثمروا في هذا المجال ليه ما يستثمرش في بلده يعني إلا أنا فاهم أن الهيدروجين الأخضر ده شيء ممكن يعني مركبات كميائية أنت بتعملها في أي مكان يعني ما لهاش قصدي علاقة بحفرة أو تنقيب زي الغاز أو البترول اللي حيشجعهم إنهم ما ييجوا مصر هنا وما يعملوهوش ما يعملوش هذا الأمر في بلاده أول حاجة أول حاجة أول حاجة لازم تعالك تعني هيدروجين أخضر هيدروجين أخضر ده محردك أشارت أنه ما لهش علاقة خالص بالبترول هو ببساطة كده بنجيب المية للبحر ويجينا من أنواع المية ونقوم بعملية تحليل الكهربائي لهذه المية هيدروجين عن الأوكسجين تمام؟ طيب أنا المهمة بقى ليه بيسميها هيدروجين أخضر أو طاقة نظيفة لأن الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية تحليل الكهربائي في هذه الحالة هي الطاقة النظيفة إليها جاء بعمل طاقة الرياح جاء من سونة البنر جاء من أي نوع من عنواع الطاقة النظيفة اللي بتكون بعملية تحليل الكهربائي مصر؟ ليه مصر؟ مصر طبعا العالم كله بيهدف إلى مصر لأنها طبعا لموقعها الاستراتيجي لموضوع الأمان في قناة سويس عندنا حقيقة كثيرة جدا الدولة قامت بعملية استثمار وزيادة البناء التحتية في هذا القطاع وبنانا عليه بيكون طبعا عندنا طبعا الشواطئ وقناة سويس والبناء التحتية الكبيرة في قطاع الكهربائي اللي تمت مضاربت الكهربائي وحقيقة كثيرة جدا قادت إلى عملية تحفيز العالم كله وأنه يكون بعملية استثمار سواء كان في قطاع البترول أو سواء كان في الطاقة النظيفة نتعب حظك أننا قدنا في شركات عالمية كبيرة جدا زي اكسين موبيل زي شيفرون أمر ما دخلت مصر قبل كده لأنها تكون بعملية استثمار في قطاع المفر نفس الكلام برضو في بلايك كثيرة جدا قامت بعمل التفقيات زي الهند وزي الإمارات وخلاقه لأنها تكون بعملية استثمار في هذا القطاع لما قامت الدولة من حياة الشرعية إنها قامت طبعا المحماج السعب قامت وقارد هذا القانون مؤخرا عشان يكون بعملية استثمار والحوافز المادية والحوافز كمة الضريبة والأشياء هذه الأخرى التي تكون بتحفز الشرك الأجدابي أن يكون بعملية استثمار في مصر فده طبعا حاجة مهمة جدا زي الأمان زي استثمار زي التشريعات اللي كانت الدولة ده زي موجود الكمية الكبيرة من الأصوات الموجودة في مصر سواء كان طاقة مائية ومصر فضح سواء كان فيه طاقة شمسية أشياء كثيرة جدا أدت إلى عملية ده ممكن يساعد مصر أنها تكون مركز دولي لمشروعات الهايدروجين الأخضر ده ممكن يساعدها أنها تعتمد على هذا الموضوع لوجود وقود مستقبلي اعتماد على طاقات متجددة أساسية شمس رياح وغيرها ده حياة فده طبعا الهدف كله من هذه حتى ستبعي سأل احنا عايزين نكون بعملية توطين صناعة الهايدروجين الأخضر في مصر زي ما قلنا بتوطين صناعة كثيرة جدا بصناعة البزيكوميات وخلافه هنا عندنا انتاج داخل من الغاز هدفنا كله أننا نكون بعملية توطين الهايدروجين الأخضر في مصر لما عندنا من أشياء كثيرة جدا من طاقة نظيفة طاقة رياح الحطاقة الهدروجية من السد العالي يعني طاقة شمسية في قرية بيمبان اللي اعتبر أكبر بارك على مستوى العالم في إنتاج الطاقة النظيفة من الطاقة شمسية كل ذات هوافل موجودة في مصر فقط بحيث أنها تكون بعملية جز وتحويل مصر مركز إقليمي وتوطين السعادة هدفش الأخضر في مصر طيب يعني احنا فهمنا أن احنا بنستهدف الناس اللي هم في بلادهم بتوصل ضريبهم لنسبة توصل ل40% وإحنا عمنا لهم إعفاءات كاملة من كل هذا الأمر. إيه أبرز الجنسيات أو الدول اللي متميزة في هذا المجال واللي احنا بنستهدفها أنها يتيجي هنا في مصر يا دكتور فعندنا دول كثير جدا عندنا مثلا زي المرويج عندنا زي الهند زي الإمارات في دول سواء كان دول أوروبية أو دول أو دول دول عربية كل هذه البلاد أصلا أدت إلى عملية مثلا عندك مثلا دولة كبيرة جدا أو مثلا زي شركة زي شركة إيطالية مثلا إليطرية أرد برغم أنها تكون بعملية الإنتاج في الحوض المتوسط من إنتاج الغاز الداخم إلا أنها قامت عامل التفاقية كبيرة جدا مع مصر في موضوع الهيدراجون أدرا ته adelant الصناعة هذه من خلالها في هذا المجال فدي من شركات كبيرة جدا منذ أن هذه الشركات ومنذ أن هذه البلاد الضخمة الأوروبية التي قامت بعملية الدستثمار في مصر في هذا المجال في هذا القطاع عندنا الإمارات عندنا الهند عندناOR دule كثيرة جدا قامت بعمل التفاقات كثيرة جدا مع مصر أكثر من حوالي 16 اتفاقية اللي هو ما يعيد بحوالية 63 مليار دولار كستثمار ضخم في هذا القطاع في مصر الذي تم بالفعل وطبعا عندنا البكورة يتم اللي فات فيه عندنا البرانش اللي تم فيه وكما سترس يفتحه وديك طبعا كتبا كورة عملية الامتاج والتصار وقتها عملية الهيدروجين الأخضر ينتاجه في مصر أكيد استخدام الهيدروجين الأخضر أهميته أنه يستخدم كوقود في وسائل النقل مثلا نقدر نستخدمه في محركات الاحتراق الداخلي كبديل مثلا للوقود ويبقى صديق للبيئة في نفس الوقت ده حقيقة يا فندي طبعا الناس مثلا تعرف برضو انهنا مش مش السباقين اوه في هذا الموضوع ولكن احنا الحمد لله بدأنا بوطيرة سريعة لازم نتطرف انه يبقى في يوم الايام حاجة اسمها مثلا محطة وقود هيدروجين أخضر زي محطة بندين زي محطة صدار زي محطة غاز عندنا طبعا في جامراته شركة أرامكو ودولة جامراته في السعودية بدأ أريد بالفعل ان فيه سيارات ماشية بالفعل بالهيدروجين أخضر صديقة البيئة ومكتوب عليه طبعا كأنه ده جرين هيدروجين فده ده المستقبل بتاع البلاد في هذا الخطاع طبعا ده موضوع حاجة بيحد من الموضوع الثلاث البيئي بخلي الطبيعة خضراء ما فيش اي غير درجة حرارة وده هدف كله في هذه الأشياء فان شاء الله قريبا هنشوف محطات هيدروجين أخضر انها تكون بعمل التمويل السيارات بأسعار طبعا زهيدة مش زي الوقود الاحفوري لانها تعتبر طاقة متجددة مستمرة وليس الطاقة الاحفورية مثل البنزين والغاز ستنظر في يوم الأيام صحيح الدولة المصرية من 2014 وهي مهتمة جدا بملف الطاقة ده يا دكتور ومهتمة أيضا بملف تنويع سلة الطاقة وظهر عندنا الغاز بعدها ودعمنا صناعات زي الهيدروجين الأخضر ودعمنا حاجات زي طاقة الرياح والبتاع يعني الطاقة اللي هي بتؤدي للباور أو بتؤدي للهيمنة برضو السياسية أو القوة السياسية تفسير حضرتك لدأي حيودينا فين كمان عشر عشرين سنة يعني أهمية ملف الطاقة بالنسبة لأي دولة طبعا ملف الطاقة ده مهم جدا لأي دولة وطبعا الباور دم حدر كورت أو الكوة السياسية أو الكوة الألسالية لديه بلد بتقصبه بسموه الذهب الأسود أو الوقود الاحفوري في هذه الفترة اللي هو كان يعتبر يتمثل فيه النفط ويتمثل فيه الغاز دلوقتي طبعا تنوع الطاقة ده أعتبر لحاجة اللي لازم تفرغ العالم كله الرهان الوحيد يعني آه بالضبط لأن طبعا اللي احنا قلنا في يوم من الأيام أنهنا سينضب البترول مثلا عشر 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 سنة مئة سنة قدام وتوضب ولكن في الآخر خالص لذات حيسمها وقود وحفوري سينضب في يوم من الأيام طب الدولة والعالم كله بجانب طبعا الإضرار والإضرارات اللي تمت نتيجة الصالة الصناعية في بلاد زي ألمانيا وإخلافه وأمريكا وكمية التلوث البيئي اللي بيعم العالم كله اللي بتضرع عليه الأسف هو البلاد اللي هي يعني ليس بها تقدم صناعيا أو ليس بها تقدم مثلا زي مصر وإخلافه زي الدول الأخرى اللي تكون بتعاني من هذه الأشياء عشان كده في كوبتون سيفن أنهما قاموا بعمل تنفيذ بعض الغرامات عن هذه البلاد الأكتمية مليار دولار لكل هذه البلاد ولكن طبعا إيه فهناده كله أن الدولة تسعى إلى عملية التحول لهذه الطاقة الخضراء اللي هي الطاقة المستمرة اللي هي بتفيد العالم كله مصر عندها طبعا لو تكلمنا على قطاع البترول وقطاع النصر حصل طبعا تغير رهيب وطغير جزء من 2014 لحد هذه اللحظة بإنتاج الغاز التفكات البترولية عملية تشغيل محطة الإيسالة في الدكتوميات عملية دخول الغاز للبلاد كل ده طبعا أشياء إيجابية للدولة تحسب عليها ولكن احنا لازم نكون بعملية تنوعة الطاقة التريند العالمي انها لازم نكون بتنوعة الطاقة عايزة أوصل الـ 24% أو الـ 24% لحد 20-50 من الطاقة المتنوعة الطاقة نظيفة لأن هذه الطاقة المستمرة اللي هي تفيد الناس وتفيد البشر وتفيد العالم كله والكون في موضوع الحفاظ على الحياة البيئية وعدم التلوث البيئي نتيجة الكون الأحفوري بجانب نقول حدك انه سينضف يوم الأيام عشان كنت لازم بحاجة مستمرة تحافظ على البيئة وفي نفس الوقت برضو تساعد حركة الصناعة وحركة الإعلام الصناعية في مناخ طبيعي غير ملوستوديا أكيد كل الشكر لك الدكتور ثروة راغب أستاذ الهندسة وأستاذ هندسة بيترول والطاقة شكرا جزيلا لحضرتك